السلاح دفور براتيك جماعة باكنفو 2023 معانطها الدفور هذي جاي لجماعة باكنفو عام ناول 2023 نحن بش نقراوه بالكداب بالتفصيل ونصلحوه مبعاظنا بشوية بشوية دونك من لول من فوق البرتية هذي لزمك تقراه على خاطرها بارتية ياسر امبورتونت بش يقول لك فين بش تسجل الخدمة متاعك وشنوه تعمل بالضبط وشنوه تسمي الدوسية وكل شيء ونبعد بش يبدو يحكيلك عالدووار شنية مطلوب منك وكيفيش تخدم وشنية الرزولتات اللي ستنى فيها من عندك انتي نحن بش نبدو نقراو تاويك في الإجزرسيس متعنا بشوية بشوية وو بش نفهموه من الول بيكولاتك la suite de هيران-الاكساندري est une suite permettant de trouver une valeur approchée de la racine carrée d'un réel positif انه يدفنى par U0 هي P و P قالك ايه اللي بلوغران انتية كي فيرفي P أو كغي أصغر ويقالا إيكس هذه تنفسروها بعد العبادة اللي تحسروي حمد تفهمش برشامات مش مشكلة أو حاجة سامبل ديمة كيفي يعطيك حاجة مات في الانفورة ويسهلها لك ويعطيك إجزامبلوات بش يتأكد لين انتي فهم كل شيء ما انت هموش ترى حاجة كي تقول يوه مات ولا حاجة لين ما تخافش خوز راحتك وقرأ بلقدي وقرأ الاكزامبلواتا وتشوف اللي هي حكاية بسيتا على الاخر دونك ما ما تتكبسش كي ترى حاجة هكي بيهي وزي تقول لك Un بش تحسبها تعمل Un موانزان معندها التيرم اللي قبلو مثلا كان الهني تحسب في U1 تعاوز ال Un موانزان ب U0 اذا كان تحسب في U2 تعاوز Un موانزان الهني بال U1 معندها ديمة متنجم تحسب ال Un كان ما عندك التيرم اللي قبلو واول تيرم بتبيعه هو U0 دونك كيفيش تحسب تعمل في Un موانزان بلوس X على Un موانزان هذي كان معندها كان نبدأ نحسب في U1 نعاوز Un موانزان هذي ب U0 وهذي هي U0 معندها كان نحسب في U1 تولي واحد على ثنين في U0 بلوس X على U0 وانتي ماشي كان مش تحسب U2 تولي واحد على ثنين في U1 بلوس X على U1 دونك هذي فورمول يسر سامبل متاع سويد دي ما اتطبقها هتو نوريكم من بعد كيفاش نكتبوها في البروغرام تكتبها مرة وكها وتكتبها كما هي دونك ماشي بش تحسب بالمات انتي بورقة وستيل وتوقع تتبع بش تعمل البروغرام تعطيه الفورمول هذي وهو يولي دي ما يحسب فيها به الهنة زي دا حكينا على فالوغة بخوشي دونك اول حاجة دي المخ اللي انتي بش تختم حاجة فيها فالوغة بخوشي وبتبيعه بش تزيد تقرأ اللي نصي متاعك بالقديعه وتشوف شنوال مطلوب قللك لدى غنيات تاغم un كي فيه un موان موان زن أصغر ويقالة إبسيلون إبسيلون بخي دو راسين دو ايكس بي هاوش نفسرلك بالكديش نواطلب منك قللك من اللول عندك U0 U0 هو بي تنقلكم من بعد بي كيفش بش نطلعوه دي جا حكينا عليه في الليني هذي ما توقع تحسب من اللول U1 وتعمل الفرق ما بينياتهم U1 إلا U0 وفالوغة بخوشي وتشوف كين القيمة المطلقة هذي يشبه كيني أكبر ويقالة إبسيلون راسيبون راني القيت الفالوغة اللي حاجتي بها هي إيه إنتيمشن بخي دو راسين دو إيكس بي هى لهنى أعطانا إيكزمبل بش نزيدو نفهمو أكثر للعباد المنزلت ما فهمتش قللك إذا كان إيكس 29 بي هى إيجا نيخذو لهنى البايد نبدأ ونصورو معاهو نفهمو بي هى قللك إيكس هو قداش تسعة وعشرين بي هى قللك هي خمسة كار لبليغانان تيه فيريفيان بيهو كاري أصغروي قالة إيكس هو خمسة على خطر خمسة أو كاري هي خمسة وعشرين وخمسة وعشرين أصغر ويقالة تسعة وعشرين ما معنى هذه الفيزة؟ أنت تظهر النمرة P هذه سهل برشة تعمل الرسين 2X تعطينا هذه خمسة فاصل تعطينا خمسة فاصل ثلاثة ثمانية خمسة وانتي ماشي أني هو أقرب أنتية هو خمسة لماذا أقرب أنتية؟ على خطر هو قالي P est le plus grand entier كيف يظهر فيه على شقر بنتيه وقالي P est le plus grand entier كيف يظهر فيه P au carré لذا أعرفت أنا من الأول كيف يظهر P متاعي أبارت من X نشد X هذية نعمل له الرسين كاري متاعه ونأخذ البرتي entier من ناحي البرتي اللي بالفرقل ماشي ولي عندي P لذا هذية أول حاجة أعرفت كيف يظهر P بعد ما طلعت P أو عندي P ثم بعد نوريكم في الكود كيف يظهر P لذا لديك P هو اللي بشتبدأ بيه سويتم تاعك U0 لذا P هو خمسة U0 هي خمسة كيف تحسب U1 الترم اللي نبعده اللي هو U2 اللي هنا بشتعطيك 5.4 تعرفش عليش 5.4 من نجيتنا ال 5.4 بشنجي الى هنا ونحط الفرميولي اللي عطيها هو اللي هنا مش عندي P القيناه اللي هو خمسة اللي هو U0 U0 قداش؟ هو خمسة معنى انك بش نحسب U1 مش نعمله عاليقة بال U0 لهنا U1 موانزان بشتولي لي خمسة لكلها و U1 موانزان هذية خمسة واللي كسم تاعي هذية بتبيعته من لول عطاهولي دونية لإكس يتعطى الدونية جميعها 29 دونك كنت تحسب العملية هذية واحد على اثنين في خمسة معا تسعة وعشرين على خمسة مش تلقاها تعطيك الريزولتات هذية خمسة فصل لاربعة من بعد شنو بش تعمل مش تحسب بالفالوغ أبسوليو قال لك خمسة فصل أربعة إلا خمسة هي سفر فصل أربعة تشوفها هل وصلت الإبسيلون وإلا ليه هل وصلت أصغر ويقل إبسيلون وإلا ليه شكونوا إبسيلون قال لك هو عشرة إلا خمسة عشرة إلا خمسة معناها هكي بشي جي سفر فاصل سفر 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 واحد إذا كان الفرق ما هوش هكي سفر فاصل أربعة سفر واحد إلا هنا سفر فاصل أربعة اللي هي أكبر ببرشة من هذية لما زلنا ما خلطناش الإبسيلون بخي دوراسين دو إكس هذك عليش بش يمشي ويعمل في الان دو عنده دجا آخر تيرم اللي هو او اين خمسة فاصل أربعة بعد مش يحسب كل عادة مرة أخرى التيرم اللي مبعده بشي حسبو بالفورميول هذية المرة هذي في بلاست ما يعاوز بالخمسة بشي يعاوز بالخمسة فاصل أربعة وبشي يلقى نتيجة كي منها كي خمسة فاصل ثلاثة ثمانية خمسة ومن بعد بشي يحسب الفرق ما يبينتهم مش يلقاه سفر فاصل سفر واحد كيف كيف ما زلت ما وصلتش للإبسيلون متاعنا اللي قلنا لي هو سفر فاصل سفر سفر واحد ولهنة الفرق ما بينتهم كان سفر فاصل سفر واحد بشي يعاوز يحسب مرة أخرى في الانت خوا بشي يعاوز يحسب مرة أخرى بشي يلقى الفرق سفر فاصل سفر 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 أربعة سفر أما الهنة مش واحد ثنين بقي ما زلت أكبر من الإبسيلون في المرة الأخيرة بيقول سيبون بشي فوتك الحاجة هذيك بشي فوت الإبسيلون بشي يلقى الفرق ما بين الـ UN والـ UN موانزام بشي يلقاهها صغيرة على الأخر لدرجة أنه فيت الإبسيلون متاعنا هذيك عليش لهنا هذي آخر ديفيرانس بشي نلقاوها على خطر سيبون واللات أصغر من الإبسيلون وقتاش تاقف وقت اللي الفرق ما بيناتهم يساوي وإلا أقل من الإبسيلون وقتها تنجم تلقى النمر هذي الخراني بالكل هو النمر هذيك اللي هو شبيه راسين دو إكس لهنا هذيك هاي الفالوغ اللي القيناها هذيك هو لدغني تاغم يوان كيفي غي فيه يوان إلا يوان موانزا أصغر ويقال إبسيلون هذيك عليش لهنا بشي يقف ويقول لك راو يوان هو العدد هذيك باي العدد هذيك جمروا هاو كخمسة فاصل ثلاثة ثمانية خمسة من بعد كيمش نشوفوه لهنا بش نهبت شوية بش نوريكم مش نور المطلوب كي بش تحط له تسعة وعشرين ليكس دوني بش يكتب لك الرسين كاري والعدد هذيه هو بيدو بش نعمل له تصوير الهنين بش تشوفوه اللي هو بيدو لحظة باركة الهنين حطوهم وبعضهم نقارنوهم جوست بش تبدأ فيه من الليكزيرسيس بالليكدية بالليكدية دونك فولا هاو كالعدد هذيه هو بيدو العدد هذيه لونك زوز كيف كيف دونك هذيه وقتش تقف دونك انتي بش تعمل بروغرام بش تعطيه الليكس دوني هو بش يمشي من الليكس بش يطلع على البي كيفاش طلعنا بي قبيلة مش قولنا نشده اكس ما بش يعطيهولي هو دوني بش نعمل له الرسين كاري وبش ناخذ البرتي انتير دونك من اللول بكل بش يبدأ عندي اكس نرجعه مرة اخرى يبدأ عندي اكس هذيه 29 مش نشد نعمل له الرسين كاري بش يولي عندي عدد بالفاصل ناخذ كان البرتي انتير بعد ما ناخذ البرتي انتير بش يبدأ عندي سويت هذيه اللي بالفورمول هذيه والبرتي انتير هذيك اللي لقيتها بالرسين دو اكس هو بي او التيرم اللي بش نبدأ بيه ونبعد بش نبدأ نحسب التيرم اللي منبعده نشوف الديفيرينسة ما بين التيرم هذيك الجديد والتيرم القديم 5.4 على 5 كان نلقيت القيمة هذي المطلقة متاع او ان الا او ان موانزا سبان وصلت الابسيلون ناقف ما كانش نقعد نعود في نفس العملية ان واحد ان اثنين ان ثلاثة ان اربعة هناك لقيت الفرق ما بين او ان و او ان موانزا هو اصغر او اقالها ابسيلون دونك لهنا بش ناقف ونقول اخر تيرم اللي هو او ان هذيك التيرم هذيك او ان نحب انا نجي لهنا ونكتبو في الرسين كاري في وسط الانترفاس متاعي الحكاية مش هكاكة اكا هاو فما فازات متاع دفيشية بش نحطوهم ما هذي البرنسب الكلو شنو المطلوب بالضبط دعونا نزيدو نقراو لهنا قالك 2 pour x égala 29 لفالوغة بخوشية 2 رسين 2x égala 5.385 هذي اللي قيناه في التابلوم تاعنا قالك ان نسو بخبوز دونك انترفاس غرافيك انترفاس رسين بايه دي ما يجميع في الباك بش عطيك اسامي لفشيه دونك كعتاك انترفاس رسين ما تمشيش تسميها حاجة اخرى لازمك تتبع نفس اسامي بش تاخذ نوتك كاملا بايه اشقالك بارمتان دكريد ورمبلغ فشيه دانرجسترمن نومي approach.dat بار اون valor ابروشيه 10.5$ معنية بش يبدأ عندك فشيه هذي هذي بش يبدأ اسمو approach.dat وإلا approach.dat بايه الفشيه approach.dat هذي بش يبدأ في بش نجيه هنا في وسط الانترفاس هذي بش نجيه valor كان نعطيه هنا 29 وننزل على بوتان اجوته لازم يمشي يحسبك الحسبة الكل ويمشي يصب في وسط الفشيه متاعي approach.dat يكتب 29 في اللينة الأولى وبجنب هك الخمسة فاصل ثمانية ثلاثة لاحظة خمثة باش ما نكتبهاش بالغالط ثلاثة قبل بعد ثمانية حاصيله وانتي ماشي نوك يحب في كل لينة كل ما تاجوتي عدد آخر لهنة تعملوا أجوتي يولي مكتوب لهنة هو والفالوغ متاع به.لهنة بشي تسجلوا في فشيه approach that بعد قلك الكل لازم يبدأ ما بين السنين والمئتين هذي يزاد حاجة لازم تأكدو منها بعديك.دونك اكس هو الفالوغ 29 متاعك وإلا أي فالوغ أخر بشي حطها لتوليزاتور والرسي هي الرسين كاريك القريبة اللي لقينيها بالطريق ممتعنا نحن كممتع كيفاش تلقى P ومال P تمشي تقعد تحسب في التيرم حتى اللي تلقى الفرق ما بين التيرم والتيرم اللي قبلو وصلت أقل من إبسيلون ولا إقال إبسيلون لهنة شقال لك عطاك الانترفاس هاي قال لك فيها لابيل فيها زندوسيزي هذي فيها بوتان أجوتي وفيها بوتان أفشي غاسين وقال لك لهنة نحب البلاسة هذي تابل ويدجت كونتنون دو كولون نام بغير راسين بغافيشي لكونتوني دو فشي أبخوشي بواندات مش معانتها الحكاية هذي يا شماعة معانتها ريت الفشي اللي عملناه لهنة هذي مش قولنا تكتب عدد تسعة وعشرين تنزل أجوتي يمشي يتسجل في وسطك الفشي أبخوشي بواندات هو والرسين متاعو كل الحسبة اللي حسبناها وعن البطن الثاني أفشي راسين الرول متاعو جست ياخذ من الفشي هذي ويكتبهم لهنة في وسط التابل ويدجت بهي دونك لهنة زاد أحكيالك قالك أفريغ الفشي انتخفاز غاسين سيتوية دون لدوسية دوتخفاية كمبلية الانتخفاز غرافيك بغل الآمن منكم بش يعطيك دجا هو فشي انتخفاز غاسين وبش تكمل انتي للحاجات النقصين وبعد بش تحل الفشي اسمه راسين.python بش تلقاه زادة في الدوسية دوتخفاية محذرينه لك هما بش تعمل ديفلوبي المودول غاسين اللي تكزيكوتيه وقت اللي بش تنزل على كلمة أجوتي اللي بش يحسبلك الحسبة الكل بشي باشدل على فكالفشي امتنا approcher .dat بحيش احبال كلمة بشيه وقرى يحساب الدأدت في الداخل داخلية الانومالية وإسأش بشيه ويقال بحضور مع فمقاتف ويقال بحضور عفضر ما يشاركيها ويقال بحضور عفضر خفوق عفضر اثنين موضوع خلف ويقال في تحديد سأتت بانكس الموضوع ينقوم بإستمرار آخر ويجعل في التابع الناس الكاطين الهجميين ثم سنقوم بإستمرار بالتابع المتابعة سنقوم بإستمرار الماضي سنقوم بإستمرار الدخول إذا استعمال الدخول سأعطي الإنترفاس في وقت اللي لا تضع الدخول هنا وتنزل على البطن أيضا يجب أن تأخذك هذا إضافة ويقولك يجب أن تأخذ عدد ما بين سنين ومئتين كما ثلاثمية أكبر من مئتين يجب أن تخرج له إضافة سنة وقت اللي تعطيها عدد مريقل يتساب في وسط الفشياء ويجب أن تنزل على بوتان أفشياء غاسين تقرأ من الفشياء العداد إكس والرأسين متاحهم الكل اللي تسابوا وتجيت أفشياء هم هنا في الـ Table Widget وكهو هذا الدفار شنو المطلوب منك بالضبط لذلك من الأخير يبدأ عندك أنترفاس كي من هكي بشي جيل إتواليزاتور بشي يحط عدد بعد كي تنزل على بوتان أفشياء أكبر عدد هذيك بشي يتقايد في الفشياء أبخوشي بواندات كما مثلا 29 وبيشي تحسب معاها كل فالغم تاعه أكبر 5.8 ثلاثة وانتي ماشي لذلك كل ما تكتب إكس وتنزل أفشياء تزيد عدد جديد كل ما تكتب إكس وتنزل أفشياء تزيد عدد جديد بعد كي تنزل على أفشياء تزيد عدد جديد بشياء أخذك العدد الموجودين في وسط الفشياء الكل بالإكس بالغسيين متاحة أمشي يكتبهم لهنا إكس 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 إذا كان الإتواليزاتور حتى تلاثة نوائمرة تسعة وعشرين وعشرة فاصل خمسة ومية وعشرين فاصل ثلاثة وعشرين ونزل أجوتين كل مرة لهم ثلاثة كنت ينزل أفشياء غسيين مباعد بش نلقى لهناي خمسة فاصل ثلاثة ثمانية خمسة ثلاثة فاصل ثمانية أربعة وانتي ماشي وعشرة فاصل تسعة ستة وانتي ماشي ذلك هذي هو المطلوب مننا بالضبط ذلك طوى يا جماعة بعد ما فهمنا البرانسيب بالغداق خلينا نبدأ ونختموه الانترفاس مبعضنا بهي جميع حالينا الكوتي ديزاينر وبجنبنا على يمين الانترفاس تشوفو شنوه حاشتنا بزبط عنا لهنى لابيل فيه دوني لفالور دو ايكس لهنى اللين ايدت البلاسة اللي بش نكتب فيها الفالور متاع ايكس بوتون لوو الاجوتي بوتون الثاني افيشي غاسين في الاخر عنا تايبل ويتجت اللي هي هذي بش نفيش فيها كنبعد ايكس وات والرسين كريم تاحهم نوامر بالتبيعة دونك كل مرة بش نهز حاجة ونحطها خلينا نبدأ باللابيل الابيل ديما بش تقاها الهنى اللوتة وهي بتلفين ديس بلاي ويتجت وهز الابيل وحطها في وسط الابيل هذي عندك دوني لفالور دو ايكس دوني لفالور دو ايكس بش تعطيها اسباس وبش تكبر فيها شوية تنزل عليها نزلة الهنى وبعد تمشي البوينت سايز تنجم تكبر فيها شوية وتحطها انجرة اذا كان في الدوور طلب عليك انجرة الهنى كان نثبت نلقى دوني لفالور دو ايكس انجرة لازم تحطها انجرة كيما في الدوور بالضبط الهنى زيدة فما دو بوان دونك نحطها كيما مطلوب مني بالضبط ثانية حاجة بش نستحق نحطها هي البلاسة اللي بش اكتب فيها ال ايكس واللي هي لين ايدت تجيلة هنا تنزل علي لين ايدت تزها وتحطها لين ايدت هذي نحب نسميها خطر من بعد في البيثون بش نستحق نعيد لها هذي بش تحط فيها الفالور دو ايكس دونك جوستو سمبل ما بش نسميها ايكس دونك مبعد في الكود بايثون كل ما نقوله ايكس في وصل انترفاس يعرفني اللي انا نحكي على الحاجة هذيه البلاسة اللي بش نحط فيها الفالور دو ايكس بعد عنا البوتون اجوته وبوتون افشه غاسين دونك عنا دو بوتون بش ناخذوها من البوش بطن دونك بش تاخذ البوتون الاول والبوتون الثاني البوتون الاول اسمه اجوته بش تجيلة هنا بش تحطو انغراء كالعادة على خطر هو زيدة طلب عليك في الدوار بش تحطو انغراء كنا ننثبت ولهن كلمة اجوته انغراء كيف كيف كلمة افشه غاسين بهي الهن بش تجيل هذيه وتسميه افشه غاسين خليني نثبت في الار ماجسكول ولا لا اي غاسين الافن اس هكي نكبرو فيه شوية دونك وفوالا افشه غاسين بحي نحطوها انغراء كما مطلوب مني بالضبط في الدوار ننزل على بوض لهن كالعادة ونكبر فيها ونعطيها اسباس به البوتون اجوته نحب نعطيه اسم بش نسميه اجوته بش نبعد في كود بايثون كيف نعطي الاجوته يعرفني نحكي على البوتون هذيه وافشه غاسين لهن بش نسميها افشه تو سمبل ما بشن بعض كنعطي الافشه يبدأ يعرف اللي انا نحكي على البوتون هذيه افشه غاسين بها خنشوف طول الانترفاس متاعي كتب الدوني فالور دو ايكس البلاسة اللي بجي تكتب فيها ايكس لاجوته بوتون الاول افشه غاسين البوتون الثاني شقعد قعد نقصني التابل ويدجت تابل ويدجت ومش ناخوها الهناه فاما تحت ايتم ويدجت عندي التابل ويدجت هو بش نهزه ونحطه لهنه بتبعا نطلع البوتون شوية بش يبدأ عندي اسباس نجي نعمل هكاية نكبر فيها شوية ولا عندي التابل ويدجت اما التابل ويدجت ما لازموه ش يبدأ فارغ لازم فيه كلمة نمبر وفيه كلمة ترسين كاري انجرا دونك بش تعمل الحاجة هذيه تنزل عليه بالبوتون الهناه وتعمل ايتم وقالا تكليك عليه مرتين تتحلك هذيه كتتحلك الهناه في وسط الكالنز تنجم تزيد الكولون متاعك الكل انا حاجتي بالكلون الولا نمبر نمبر هذيه حاجتي بها بش تكون انجرا دونك شو نزلت على بخو 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 تهبت شوية الهناه للي تلقى بود بود هذيه تسيلكسيونيها بش تولي نمبر انجرا وتنزل اوكي جيك انجرا الحاجة الثانية اللي هي كلمة راسين كاري نعود ننزل ننزل بلوس لهنا نحب نزيد غاسين كاري بتاع نمبر هذيك كل عادة ننزل عليها ننزل على بخو بخو بخي ته ونبعد ننزل على بود كل عادة بش تولي لي انجرا وننزل اوكي لهنا ولا عندي نمبر وغاسين كاري لهنا الانترفاس حضرت يا جماعة جيس لازمني البلاسة هذيه تايبل وجيت بش من بعد نجم نعطي لها في الكود بش نمشي نعطيها اسم لهنا بش نسميها تايبل وجيت دونك شو ولا عندي عندي البلاسة هذيه اسمها ايكس البوتان لول اسمه اجوتي البوتان الثاني اسمه افشي والبلاسة هذيه تايبل وجيت سميتها تاي دو بل في دونك الانترفاس متاعي حضرت مقعد اللي كان بش ننرجيستراها يا جماعة لازم ننرجيستراها في الدوسية اللي انا بش نخدم عليه انا عملت الدوسية فارغ اسمه باك الفين وثلاثة وعشرين لهنا لازم نسميها بنفس الاسم اللي هو عطاهو اللي في الدفور رد بالك تسمي اسم اخر سينورو نقصلك في النوت عندي انترفاس اي ماجوسكول راسين.ue كيفاش بش نسميها اهاي انترفاس راسين و.ue بتبيعتو البروغرام واحدو يعملها وننزل save حل الدوسية اللي نسجل فيه خدمتي ونتأكد اللي هي تسجلت بنفس الاسم اللي هو عطاهو اللي في الدفور بالضبط انترفاس راسين.ue انترفاس راسين.ue لنهنا الانترفاس متاعي حضرت مقعد اللي كان كود البيثن يلا نعملوهما بعضنا بعضنا اشتركوا في القناة الحقومي دواء سبق67 طويك يا جماعة خلينا نبدأ ونكتبو في الكود بايثون بايه بش نستحقو اللي بيبليوتيك هذو ما وبش نستحقو نعايتو هاكيه للأبليكيشن بتاعنا ويندوز لوديو واي بايه لوديو واي هي بش نكتبو فيها الانترفاس انتاعنا كالعادة بش نعايتو لسم الانترفاس انتاعنا هذيه انترفاس راسين بوان ييي علاش خطر نحن سميناها هاكيه وعنا ويندوز بوان شو بعد هيك اول حاجة بش نستحقوها يا جماعة بش نجيب توالحن ونعملو البlingt sponsors windowspt.ципتنترك وانت sexually راسين بايه اجوتيش كونه هو البطن هذيه سمينا هنا احنا اجوتي ومبعد لهنى warranty ؟ ننزل عليه connectilàه بفونكسين اسمها راسين علاش تسميتها راسين على خطر هو في الدفور قلي ليزم ايديفلوبه الموديول غازين نوك الموديول غازين هذيه يتجوكو�ة اللي عملت بضبط بايهي شنو قليل هنا يحب وقت تلاقي يبدوا ليكسًا ما يح cavity يقول لي Ivoyarse izi' 一 valor x وقت علي Sing to x ما ما بين 22ًا و 200 يقول لي Yuve隨 gek un valor entre 2 a 200 بايه الهني Parks قد لي Q.Message في Q.Messageон En Nothing لدينا بعض الأش�laws القوار عن الأشخاص عن الورنين وعنا الكريديكه وضع أيها السمبول هو طلب الضخط ريتو الأحمر هذيكا هو بيدو اللي طلبو في الدفور دونك هذيك عليش باش نستعملو critical في الحالة متاعنا هذيه وباش نستعملو q message box . critical هاو باش نوريكم في الكود فين باش نستعملوها بالضبط دونك باش نجي لهنا باش نعمل دافراسين متاعي اللي هي كي باش ننزل عالبوتون جوتي باش تتكزيكويتا و باش نجي لهنا ساعة نقرأ الفالوغ اللي تكتبت في وصل الانترفاس معنطها كيف يجي لتوليزاتور ويكتب حاجة لهنا نحب نقرأها وناخذها من عنده باش ناخذها ببوان تكست ويندوز عليش ويندوز على خاطر الانترفاس متاعي لو وديتها في وسط فريابل اسمها ويندوز لهنا بوان ايكس عليش بوان ايكس البلاسة هذيكا اسمها ايكس هذيه ولهنا بوان تكست باش نقرأ الفالوغ اللي تصبت في وسطها ونبعد باش نجي نشوف اذا كان ايكس فالوغ فيد اكس ما هوش فيه حتى شي دونك لازم نخرج لهنا المساج بشكل هذيه ونقول ونقرأ لازم اكراك تحط لعمك ايكس لونك هذيك عليش باش نستعمل ولهنا باش نقول فين باش يخرج والمساج هذيكه في وسط ويندوز اللي هي الانترفاس متاعي ونحب لهنا يبدأ تيتر ايرور لهنا عليش تيتر ايرور على خاطر الفوق هايك كلمة ايرور كنترا فيها لهنا تحط التيتر وتحط المساج اللي يحبوا يخرج لهنا دونك لازمك دو بارامتر دونك لهنا نحط ايرور ولهنا نحط فيه سيزيغ هذي الحاجة اللي قلي عليها والحاجة الثانية اللي لازم يبدأ ما بين ثنين وميتين دونك هذيك عليش بش نعمل كونديسيون اخرى وبش نقول اذا كان اكس اصغر من ثنين وإلا اكبر من ميتين ما انطهره ما هوش ما بين ثنين وميتين لهنا عليش استعملت فلوت نعرف اللي بوان تيكس ديما تقرى الفالوغ التيب انتهي هيبدا شيندو كاراكتير وانا ما نحبهاش يبدا شيندو كاراكتير نحبها ريال بها علاش ريال مش انطيه على خطر الهناه في الدوفار الفوق بالكل كنا نرجع نتفكر بشي قولي الهناه كنتثبت قلك دان غيال بوزيتيف اكس مانت هيحكي على غيال مش على انطيه وديجا في الاس اكزامبل اللي اعطاهم لهنا في الانترفاس حط انوامر بالفرقل كما عشرة فاصل خمسة ومية وعشرين فاصل ثلاثة وعشرين دونك العدد هذيك ينجم يكون ريال مش انطيه هذيك عليش الهناه يكونون الفلوت ما كونفرتيناش الانت دونك هذيك عليش يا جماعة لازم تكونفرتي للريال دونك هذي المساج الثاني اذا كان العدد ماهوش ما بين السنين والميتين نقلو ارر كالعادة وفي يسيزيغ اون فالور انتخو دونك شعملنا نحن تاويكا قرينا نحسيب لدوكاها زوما لولا والثانية ومقعد اللي كان نمشي نخدم الخدمة لكل وقت اللي النومرو يكون مريقل وما بين السنين والميتين فالحالة هذيك بش نبدأ نخدم الخدمة متاعي شنو الخدمة متاعي بش تكون يا جماعة في حالة النومرو اللي بس عليه كان نفكر اول با اول با بش تعملها تيمشي تلاوج ما بيننا بأباس انه يتحدث بش تقول بش تلك نحن تقوم بش تعمل الراسين كاري مطاعé بش تاخد ونأخذ البارطية مريقة نحن موجودا هنا تريد حالة يتيجي من الليلة فى هذا الراسين كاري مجددة فى تمناقه كف ترجع لي الراسين كاري مطاعي مريقة مريقة بش تبدأ ان يحدث للك الراسين كاري موكدا ويهبت تسعة وعشرين كالعادة 29 كي نعمل لها الرسين كاري بش تعطيني 5 فاصل بش نحك الـ 5 فاصل هذيك بش نخلي كان الـ 5 بش تعطيني 5 ديما الفونكسيون هذي اللي انا عملتها توا بش تتكفل اني ترجعلي اللي بش تبدأ بيه السويت متاعي بش عملت له هنا اول حاجة ضمنت على الـ P متاعي بعد ما ضمنت على الـ P بش نمشي نلوج على الفالور أبخوشي الفالور أبخوشي متاعي هذي بش نعطيها الـ X و الـ P X اللي هو العدد الدوني اللي بش يكتبوا الـ P متاعي في وسط البلاسة هذي و P اللي انا بش نطلعه و اللي هو بش تبدأ به السويت متاعي الـ U0 بعد ما يبدأ عندي الـ X و الـ P بش نعمل لهناء فونكسيون متاعي فالور أبخوشي بش نعطيها X و P كما قلنا بش نبدأ من اللول نعطيها الـ Epsilon 0.0.0.0 0.1 عليش حتيت لها هكاية على خطر هو في الدفور عطاك وقال لك راهو Epsilon 10.5 و 10.5 هي تحط 4 أصفار و 1 بعد ما حطينا الـ Epsilon الـ U متاعي بش تاخو P أول تيرم بعد ما تاخو أول تيرم بش نحسب التيرم اللي نبعده بالفورمولة اللي عطاهيه هو كوبيا كولي 1 على 2 في U بلوس X على U فورمولة هذية ها هي هذية بيدها مثلها كوبيا كولي وترجمتها بالكوت بعد ما نحن نقول WHILE MADAME الفالوغة بسوليوم UN إلا U ما زالت أكبر من بسيلون معناتها ما وصلت إلى بسيلون إلا وليت أصغر من بسيلون ما معناه؟ ما معناتها الـ UN إلا UN موانزا هذه القيمة المطلقة هذه 0.4 مثلا وإلا 0.01 لذلك ما زالت ما وصلتش الـ Dسم 1 5 اللي هي 0.0.0.0.0.1 لذلك هذيك وقت اللي ما زالت ما وصلتش شنو بشو نعمل بشو نعاود نحسب الـ UN جديد مرة أخرى دونك الـ U بشي يخذ الـ UN شمعناه الـ U ياخذ الـ UN معناتها من الأول الـ UN مش كانت 5 وUN 5.4 نحبك نعاود الـ UN موانزام تيعي ولي هو الـ 5.4 ونحسب الفالور الجديدة دونك هذيك شنو عملت لهنا ونبعد نقول الـ UN وقتاش بش ناقفوا الـ UN وقتالي الـ الـ معناتها وقتالي كما في الـ هذيك لقيت اللي الفرق ما بناتهم ما عادش أكبر من الـ إبسيلون نيا أصغر يا قد إبسيلون دونك هذيك عليش في الاخر رجع UN الفونكسيون هذيه فالور أبخوشي بش تاخو X و P معناها بش نعطيها 29 و 5 وبش ترجع لي هذيه 5.38516 بش تحسب لي ساييه الرزولتات هذيه اللي أنا نحب نكتبها في الاخر لهنا دونك عطيتها 29 وبمن 29 مش نخرج الخامسة بك الفونكسيون اللي عملتها اللي هي بلوغران انتية وبعد ما حسبت بلوغران انتية النجم نخرج منه 5.38516 وهذه الخطوة الأولى بش نوصل اللي حاشتنا به الكل وبعد يا جميع شنو اللي لازمنا نعملو مش قولنا نحنا عنا ليكس متاعنا ديجا موجود والإكس بش نطلعوا منه الرسين كاري هذيه وبعد ما نطلعوهم الزوز ما لازمنا نعملو لازمنا نكتبوهم في وسط فشيه أبخوشي بواندات بش نكتبو الإكس والإخسي هذي كاش بش نعملو تاوجست بش نكتبوهم في فشيه دونجستخمان دونجستخمان شنين نعمل بش نحضر اللي انجستخمان بتاعي ساميتو داتا لهنات نجم تسمي شنو تحب نقول إكس بش تاخوك الفالوغostat متاع إكس والإرسي هي الفالوغاب فالوغ اب هي الفريابل اللي قايت فيها الفالوغ أبخوشي متاع العدد إكس والبي فالوغ ابخوشي هي الفونك cineلي حذرتها بش تحس بنا الفالوغ ابخوشي دونج رحنا heeft صح ديكس حذرت الفالوغ ابخوشي ولا لدي Baronز экспويات ونأتي إلى هنا نعيط البروسيدور اسمها إكخيغ فشياء نعطيها اسم الفشياء ونعطيها الـ data ونأتي إلى هنا نحذرها إكخيغ فشياء إكخيغ فشياء هذه لتأخذ الفشياء المتاعي والدونية التي تصبهم فيها لنفعل with openf لنعطيه append binary لنعطيها النجم نزيد فيه لا نفصيح الحاجة القدم ونحلها as file ونأتي نكتب pickle.dam data وفايل لنضع هذه الـ data التي حضرتها أنا كـ x ونحبك تصبهم في وسط الفشياء المتاعي ونحن أحلى جاو لذلك لنعملت يا جماعة لدي x حسبت له الغسين المتاعه وحضرت ونحن لدي فشياء اسمه اللي هو فيه الحاجات هزوما الكل اللي فيه النوامر هزوما فيه 29 نومبغ والغسين كغالي هي 5.38 واي نومبغو وننزل على اجوته بشي يتكتب ويتحط غاديكا لذلك المرحلة الاخيرة اللي قعدتلي اني لازمني نعمل فونكسيون وقت اللي ننزل على أفشياء فاسمت يعني البوتان افشي هزا يسميته افشي لذلك الهنا يا جماعة بشي تربطوا بالفونكسيون افشي بش نجي ندفلوبيها الهنا بش نحط فيها بش نكتب بش نكتب بش نكتب بش نكتب بش نكتب بش نجوتي فيه بش نجوتي فيه بش نجي نعمل تريد بش نقرأ اكا هاو بش نجي نعمل اللي هو لهنا عندي أعدد لصرا اللي بش نكتب فيهم لهنا بش نكتب بش نبدأ من السفر ومبعد بش نجي نعمل وبش نسميها فان فيشية ونشوف روحي مدام ما زلت موصلتش لاخر الفشية لازم نقراهم الكل بش نكتب مدام ما زلت موصلتش لاخر الفشية بش نعمل تريد دونة pickle.load هذا تقرأ بش نجوة 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 ماذا بش نجوة بش نستمر بش نجوة 3 بش نجوة 4 6 فأنتم بش نسل بش نحو لكن تابل ووجت متعنا سميناها تيدوبل في كانت تسمي أي اسم آخر بتبيع عليزمك تيدوبل في لهنى تبدلها بعد ما حضرت ليني جديدة وعملت لها انسرت لازم نمشي نكتب في وسط الكولون في البوزيسيون 0 نعمل سيت ايتم ام بيرو في وسط الليني هذيك السفر في وسط الكولون 0 نحب نزيد كيو تابل ووجت ايتم نحب نزيد ايتم شمعنتها انا مارني في الليني سفر عندي الكولون الاولى اللي هي في البوزيسيون سفر نحكي عن نومبر وعندي الكولون الثانية اللي هي الرسين كاري نحب لها نزيد ايتم ولهنين نزيد ايتم في النومبر نكتب العدد وفي الرسين كاري نكتب الف لاغم تертв الكولون هذيك عليش لازم نعمل كعبه كيفها واحدة في الپوزيسيون 0 ما عندها في الكولون 0 هذي الكولون اللي يصار هي صفر والكولون الثانية اللي هي في ال اورو مارتين الفرد اللي نحبهم وهناك واحدة في صفر على الاسار واحدة في واحدة في أمامها والزوز يجب عليهم قطعه في وضعه واحدة لنضعها الـ X واحدة لنضعها الـ R-C واحدة كما منها الـ K لنضعها الـ 29 والأخرى لنضعها الـ R-C هذا كما يجمعها لما يجب أن تفعل وفي الأخر ستأخذ لك هنا تنكرمونتي M-B-Raw على خاطر أن تقدم بعدما تقرأ الـ X والـ R-C يجب أن تذهب إلى الاصطرة الثانية كما هنا نعود إلى الانترفاس بعدما أكتبت 29.0 والعدد هذا يجب أن نتعدى للانترفي وهناك لنكتب 10.5 وهذا يجب أن نقوم بـ M-B-Raw بعدما أقوم بعمل هذا كله ونقوم بعمل الإكسيبسيون هنا وقت الذي ينقرأ العدد هذا كله يجب أن نقوم بعمل فشيات الـ True لكي نقوم بعمل هذا الـ R-C ونكتب أي شيء لذلك هنا يوجد شيء حضرت وجوها جو لذلك جميعا سيبان كل شيء حضرت ونقوم بعمل الإكسيبسيون هنا ونقوم بعمل العدد الذي أعطيهم له 29.0 10.5 ونقوم بعمل 29 كيف تنزل أجوتية ليس لن يصبح شيء أما هو رأيه في الأصل هذه تشد وتخذيه وتصبفه واستكل في شيء لذلك نرى ما هو مكتوب هنا لذلك نقوم بعمل أفشي غاسين لذلك نقوم بعمل أفشي غاسين أفشي لذلك لذلك نقوم بعمل أفشي هالي بنفس الفالور الموجودة في الدفور لذلك نقوم بعملها وهكي كان نتأكد إلي خدمتي كل صحيحة كان نعود مرة أخرى لهنا نرجع ونقوم بعمل الإكسيبسيون نريد أن نزيد العدد الذي أعطيهم هو الكل لذلك نزيد عدد 10.5 لهنا بش نزيدهم 10.5 بش ننزل أجوتية ونزيد 120.23 وننزل على كلمة أجوتية لذلك ننزل على أفشي غاسين يجب أن يفشي بثلاثة هذو ما 29.0 10.5 120.23 والرسين كريم تيحهم الكل أفشي غاسين لهنا نكبر قليلا لكي نرى العدد المتاعي صحة أو لا نجدهم هما بيدهم يا جماعة وهو كهذا يوفى بـ 505 كيف كيف ويبدأ بـ 5.3 8 هذي 3.2 40 كوبية كله نفسهم رزولتان متاعي صحيحة لذلك هذي يا جماعة كانت الكوريكسيون متاع باك 2023 باك أنفو فما حاجة بركة جوست قبيلة لهنا عملتها غالطة هي صحيحة مش غالطة أما ماذا بيك تسمي كما هو أعطيك بالضبط لذلك تسميها أبخوشي هذي كما هو طلبها عليك في الدفور بالضبط فيني زادة هنا يجب أن أبخوشي point that لذلك في عوز approach أنا أسميتها بالانجليز لذلك يا جماعة تسميها هكيكي كما أعطيك بالضبط في الدفور تسمي نفس التسميات كل شيء مريقل كان حصيت الفيديو هذي فادتك وفسرتك بالكدار لا تبخلش عليها بجام وكمنتار ماذا كيفك وابقالي كان نقول لك ان شاء الله بنجاح ونتقابله في فيديو جديد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة